عدم التكريم وأشر علي والكل كانوا يأخذون قدم وأنواط من قل بضراعي هو ربك ينصرنا والمقاتلين كلهم إلهم دور إجا التكريم كلهم تكرموا أنا رجع يستثنى من التكريم في قادسية الصدام وكان ينبغي معاقبته يستثنى من التكريم الآن ومستقبل ما أقول لك ما أحد قام يدير لبال وين ما أروح ابن البايرة صرت طلعت للدبابات بدنا بعد من صار التكريم إجا التكريم للكتيبة اللي ممشاركة بدلوا دباباتنا يجوا ينطوهم تكريم قالوا إيه مو دباباتهم قاتلت قلت زين الأشخاص تنطون اللي قادوا الدبابات والطواقف لوت كرمون الآليات لوت كرمون الآلة اللي هي ما تتحرك كذا من ركب به قالوا هاي والله صحيح الصور يعني مرات الأبصار تعمى يعني في مواقف تدلل على غباء مدقئ لهذا أنا دائما أقول اللهم جعلني دائما مع ناس شرفاء يعرفون الحق حتى أخذ حقي سيادة الفريق أنت مشكلتش يعني إيه أنا مشكلتش أنا دا أقول لك أعتذر هواي سويت مشاكل بس مشاكل بالحق بالحق لأن أنت شوف لما مخلص ومأدي واجبك بشكل صحيح ويجي يصير تجاوز عليك كل شيء ولا التجاوز على الكرامة خلصت خدمتي أنا ما معاقب جندي ولا تجاوزت على كرامة جندي وهاي الكتيبة ولو هذا حديث أرجع إذا تسمح لي بيفت درس بليغ للقادة والآمرين اللي يريدون يربون الجنود حتى يقاتلون وياهم بشكل صحيح كتيبة استطلاع بالحارثة اللي بالموصل التحقت أول كتيبة سويتها نموذج بالجيش أول شخص سويت مطعم للمراتب يأكلون قلت لهم ألغوا القصعة بعد ماكوا قصعة اشتروا لهم بلاسكو ومعين وصينية ويجي مثل نظام أي كلية بس قبل الحرب قبل الحرب قبل ما نجي للحرب وعملت فيها مسبح ومسرح السجن حولت إلى مكتبة وماكوا سجين قلت لهم ما يسجن عندي واحد أكو خلل خلي ناقشني ليش نعم فلذلك الجنود وصلوا من التفاني خلال الخدمة ومن دخلنا جينا بالضبط إلى الحرب من الموصل إحنا دخلنا استماتوا ويايا ما زرعته في السلم طبعا أي فلذلك قطفته في الحرب نعم قاتلوا بعناد وبثقة وبشرف زين